الهجة التي ظهرت فيها وعملتها هي لهجة منطقة الشرقية طبعاً فريدنا قليلاً توضيح عن هذه المنطقة إذا تستطيع أن تحكي لنا عدد سكانها ما الذي يميزهم عن باقي اللهجات الأخرى وتعطينا بعض الأمثلة حلوة قويسة والدة، نتكلم عن بلدي بقى أنا من المحافظة الشرقية من مركز فاوس الشرقية فيها 13 مركز الشرقية تالت أكبر محافظة في مصر يعني بيجي القاهرة الجيزة الشرقية الشرقية في مركز اسمه الحسنية الحسنية ده من حيث المساحة والزأذيق من حيث عدد السكان طبعاً أنا لو هفضل أتكلم لك عن الشرقية أو أتكلم لكم عن الشرقية أنا لأ حلقتكم مش هتكفي، الحلقة بتاعتكم دي مش هتكفي خالص ومش مجاملة، إطلاقاً الشرقية هي مركز ديني، واقتصادي، وسياسي، وتاريخي، وديني بشكل مهول يعني لو هنيجي أول حاجة عن الاقتصاد، الشرقية فيها منطقة اسمها العشر من رمضان العشر من رمضان دي تعتبر فيها أكبر المصانع وبرضو فيها أبو كبير اللي هو دلوقتي فيه أكبر مصانع الخشب والملابس الجاهزة والحاجات دي ماشاء الله آه، تاريخياً طبعاً أنا لو هتكلم مثلاً أتكلم عن مثلاً أعلام الشرقية أحمد عرابي، طلعاً حرب يعاني شهيد المنسي طبعاً من ناحية الفنية ربنا يا رب يرحمها أستاذ زلالة عبدالعزيز حمدي غيس، عبدالله غيس كل الناس دي أعلام الشرقية فأنا أنا أصلاً لما بيقي أقول يا جماعة أنا من الشرقية بحس أن أنا منجعصة الله إحساس الإنجاعات رحباً رحباً أنا بدنا نترجم منجعصة ولكن لما بنحكي الشرقية إحنا بنحكي بملايين ملايين البشر تمانية مليون تمانية مليون الشرقية تمانية مليون يعني كمان أربعة منصير قد الأردن تمانية مليون هذه المحافظة يعني آه ماشاء الله طب ومنجعصة قبل ما نروح لسؤال تاني أخور هقول لك بس الشرقية معروف أن فيها معبد الإله أمون طبعاً المعبد هذا كبير كبير كتير وفيها متحف وفيها شغلات كتير تاريخياً تاريخياً الشرقية عظيمة يعني أقسم بالله عظيمة أحنا بإمال أن في أول مرة أ 이거는 ذرتي إليها علي إ thì عندما كان ل 간 30 يم وأربعين يوم يا ردون أاخذت أول مرة أحسنت لها وذرتيهاทد عشر نحنا بنسفر كتير نحنا طبعاً مع العائلة إaries تجد في الغطان ت Crim 좋 وفسيخ ورنجة والحاجات الهوبرد حلو واللي شوفناه فسيخ في مشهد طبعاً هاد الطبق اللي كنت حاملت وهذا السمك يعني لازم ادو إيه لفؤاد هتستحمل هو السؤال انك هتستحمل لو كانت وليس نجرب لليس لأ أنا دقته طبعاً دقته وطيب كتير حبيته لفسيخ فضيع بس يعني لازم يبقى عندك مثلا تملى الستوديو كده ميا فضيع لأنه السمك مملح اوه وانا يعطي اوه اوقع شخص ممز يا الرجل 와ه normAL صح مع لحانلي صح قالي لنا هيا بس satellite أنا أroفة بس Kolleginnen ولكن aucun Bunjahis أعنيها blobريب أن نر نرى نفسي مبتخرة ومبتخرة ومانجاعسة ببلدي يا عيني طبعاً طبعاً اتحيد في ذلك تحيات كبيرة جداً جدًا جدًاً لبلدي حبيبة قلبي الشرئية بكل مركزها يا عيني حسن الله طيب هلأ المحتوى اللي انتي عم بتقدميه على السوشيل ميديا يعني مثلا بتفكري بستايل معين خلينا نقول لايف ستايل أسلوب حياة معين بتحبي انك تقدميه تنقليه على السوشيل ميديا يعني مثلا انتي هون نقلتي الأكل قبل شوي نقلتي اللهجات عم بشوف أنا أنا مثلا زي كأنك عم بتحاولي توضحي الثقافات المختلفة وخصوصا اذا عم نقول ثقافة المصرية والثقافة الأردنية تحاولي ان يتجمع عمينهم بطريقة حلوة على الذاتيوهات اللي عم تقدميها على السوشيل ميديا طيب انتي بتكلمي حد عاش في البلدين تمام بيتكلم لهجة البلدين شاف ثقافة البلدين بيعشق طبعا أكل أكل البلدين تمام يعني يعني أنا عن نفسي مثلا ما بقول لنا مصرية انتي أكيد بقى ملكيش في المنصف أنا بداحبره بداحبره شغل ما ملكيش في المنصف يعني أنا المنصف عندي اشي مقدس في الحالة شيفي لازم تعلمي فؤاد الدحبرة لا إله فؤاد ما أبي دحبر بالعاقر لا تكون بالعاقر بالمعلقة لا طولي مالي آه كنتها زعب سيد من دحبر أوكي إزحكو سيد من دحبر أبو جورج لما بده لا لا لما بده والله في بيوت وعائلات بشهدوا بس أنا زمان مطلعت مشوار كردن بس لازم نشوك المياه بالظبط احنا نحدد يوم ونشوف الدحبر حرم بالظبط شوبينا موجود على السوشال ميديا ياما دحبر بس هلا التزمنا عاد خلص خطيرنا عادنا عجل عن الكورونا فأنا بشوف ثقافة البلدين فأنا فعلا حرفيا في فيديوهات والله العظيم ولا بكون مخططة لها أي حاجة يعني مثلا موضوع بكون مش عارفة هو جاي على بال يعني مثلا أول فيديو عملته اللي هو جاب 17 مليون وتصدمت أساسا من الرقم كان للفنانة الكبيرة حياة الفاهد فأنا باحترمها جدا بحبها جدا 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 ولكن كان فيه تعقيب بسيط على جملة قالتها اللي هي قالت أجوتهم بربر طبعا الموضوع منتشر جدا ومعروف جدا لما قالت على الوافدين أجوتهم بربر أنا زالت أنا أنا أوكي أنا من الأبويا من الوافدين في الأردن لكينا إحنا أولاد بلد كمان إحنا أردنين ومصريين يعني أنا دايما أسمع أن الأردنين ومصريين أسسوا أسسوا بنوا تمام؟ فلما قالت الكلمة أنا زعلت فأنا كنت رايحة أنام بعدين فيه حاجة هنا كانت مضيقاني بصراحة كنت مأهورة خايفة نم زعلانة فقلت والله يا بتي هيا تعالي عملي فيديو مش هتخسري حاجة فروحت فتحة التليفون وحطرته قدامي وكانت الإضاءة زي نيلة ماشيء وشكلي أنيل كنت رايحة أنام يعني فعملت الفيديو مأهورة أه متضيحتي والله أنا معرفش أنام متضيقة بلا ممكن أموت معرفش أنام متضيقة وصلت 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 فأي والله في واحد أجته الرسالة بشي صواريخ أيوة وصلته لا ده أنا لسه هتكلم أيوة كوي هتكلم أنا فروحت عامل الفيديو حتى منتاجه برضو كان زي نيلة يعني أنا كنت بمانتش كده ماشي فروحت قلت أنا بحبك جدا وأنا فعلا بحبها جدا وبتابعها وبتابع أعمالها لكن لي تقولي كده أنا بمشي في الأردن لما حد يعرف أن أنا مصرية بالعكس يعني بحس طيب والله العظيم والكلام ده الناس اللي هتشوف في البدن كنت سمعه أنا لما بروح للوكيشن الناس بتتكلم أردني عادي أردنيين أنا لما بدخل اللوكيشن بيقلبوا مصريين أقسم أنا لبقلب أردني هم بيقلبوا مصريين بنصير العكس والله العظيم أكما منحبها اللهجة المصرية بالضبط بالضبط يعني مثلا أبقى مثلا في وقفة كده يقول لي مثلا المخرج يقول لي تعالي ياهاية كده طيب اعمل ياهاية هنا أقول لي أستاذ أنت بتحكي مصر بيقول طبع احنا بنعشق مصر بنعشق مصر فأنا كتير بحب الأردن وكتير بحترمها وما بعتبرش أبدا نفسي أن أنا مختلفة أبدا فحسيت شوية بزعل فعملت الفيديو بكل تلق حطت التليفون وعملت الفيديو فحسيت أن أنا بقدر أعبر بقدر أعبر على السوشال ميديا بقدر أن الفكرة نحن بس نوضع أنه الموضوع ما كان إلا أعتقد علاقة في أردن كان علاقة في كورونا هي كورونا آلة الوافدين هي استعملت هذا اللفظ وناس كتير زعلهم الموضوع أنا منهم طبعا أنا منهم لكن أحترمها جدا يعني بنروح لموضوع قديش التعبير واستخدام السوشال ميديا لابد يعني أن يقف أولا عند المعايير أعتقد يعني الإنسانية قبل كل شيء يعني أبل أن نروح على أي معيار آخر يعني على كل حال عبرتي ولم ننتج زعلانة آه لا لا هذا همشي وفجرت الدنيا 17 مليون الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله أنا كنت حابب يعني أنا سألت بس يعني أخذنا الكلام على موضوع بماذا تتميز لهجة أهل محافظة الشرقية يعني اللون المصري في الكلام متنوع يعني ممكن شوية نلقط بعض الأشياء مثلا إذا رحنا مثلا أهل اسكندرية الساحل لهم طباع معينة بتبين فورا إذا رحنا مثلا مناطق الصعيد نعم يبدو يعني سفر لهجتهم فبالتالي تظهر كمان بقوة ولكن كمحافظة الشرقية ما الذي يميز وممكن نسمع أمثلة لو تكرمت أكيد طبعا ده أنت جاي في منطقتي يعني ماشي بص الشرقية بتتميز إن مبدئيا إحنا معروفين في الشرقوة الشرقوة عزم القطر وهي ممكن مش مقولة مش مقولة إنها بتنحكي هيك هباء إطلاقا عزم القطر عزم القطر كان في رمضان ماشي يقال إنه في كياد في مركز في الشرقية اسمه كياد وفي ناس بتقول يعني في مركز تاني عزم القطر القطر فيه قطر كامل قطار يعني اتعطل في رمضان فشرقوة عزم القطر كله أهل الشرقية معروفين بالكرم ومعندهمش حتة عزمة المركبية يعني أنا مثلا لو إجت قلتلكو تعالوا هعزمكو على منسف خلصت هتاكل منسف وتخيل بقى أنت مش تتخلص الصينية تخيل شو ممكن يحصل يعني أنا روحت مصر أنا روحت مصر تمام انزلت الشرقية كنت أكل تمام أشبع بني آدماء إلي إلي نفس بأكله باشبع أنت أكلتك هفتنى يا باه أنت في حجم دايجاكي يا باه أنت في حجم أنت حزن أسود علينا النهاردة يا له أنت في حجم دايجاكي وليس يطلع فيه سبب أنك ما تخلصش الأكل تمام معروفين بالكرم المكان نفسه بيميز الشرقية الشرقية أراضي زراعية تلاقي كل شيء نحن بناكله نحن زرعنا بس لأن اللهجة التي تتحدث تشبه لهجة الصعيد إن شاء الله هذا سيكون الفيديو الجديد الذي هو معروف أن الصعيدة ولا دعم الشرق وطبعا تحية كثيرة كبيرة للصعيدة لأنني بعشاءهم بعشاءهم يعني نفس اللهجة أو فيه اختلاف لا فيه اختلاف فيه اختلاف طبعا فيه اختلاف بس شوية فيه تشابه في الشرقية فيه كلام نحن معروفين به فيه في الشرقية يعني مثلا نحن ما بنقولش وإلى الله العظيم نحن بنقولільки 六 أقدو Vonada أهل الشرقية فالأهل الشرقية يعرفوا أن هذا شخص مش من هاي المنطقة إذا حكا شي سقوللك شغلها لا فيه ناس مش كل ناس بتحكي هيكل لهجها تمام فإننا كفلاحين نقولها، تمام؟ هناك ناس تقول لك بقى تنجعس، هناك ناس تقول لك لا، نحن لا نستخدم هذه اللعجة وتعرضت لإنتقاد قبل ذلك. لا، نحن نستخدمها، أهلي يستخدموها، قريب كلهم يستخدموها. طبعاً، لدينا شغلات كثيرة. عملت فيديو، ماهي اسمه؟ اللينجر في الليسكاك في الليشتاشينة. لو قلته، أريد أحد فيك ويحكيها. أنا أحكيها، اللينجر في الليسكاك في الليشتاشينة. حسناً، صح، أعطيك إلى اللينجر في الليسكاك في الليشتاشينة. اللنجر في الليسكاك، ثلاثة بيهاتنا. الليسكاك جمع أيضاً؟ سكة. الليسكاك، ماهي؟ اللينجر هي سكة الحديدة. اللينجر يعني النقر، الليسكاك جمع سكة، الليشتة يعني شتا، شنا أيضاً وحشاً. يعني الحفر اللي في الطرق في الشتاء وحشة مش كوي مش حلوة خطر فإحنا نقول اللينجر فيلسكاك فيلسكاك فيلسكا شعنا أبدأ حلقة فهاي إحنا لهجة لأنا يعني هذا إشي بيخليني كتير مبسوطة إحنا عنا لهجة مميزة الحمد لله نقدر نعبر حتى في الحب أنا بحبك على أولا إي نار أبيض دنيا بحبك على أولا يا سيلا على أولا يعني كتير طب بصي بقى أعيو بصي بقى على أولا إحنا اللهجة الوحيدة على أولا تحتمل معنين التأكيد والنفي عمرك شفت فيه مصطلح ياخد التأكيد والنفي أنا بحبك على أولا روح آآ يعني هيسرح فيها الأسبوع لحالك يعني يعني ممكن كرهتك بتلطشي أو إنه فعلا بحبك رياك كتير يعني بزبط أنا بحبك على أولا وممكن أقول أنا مثلا مش هروح المكان دي على أولا يعني أبدا مستحيل أروح فممكن أقولها بمعنى كتير وبمعنى مستحيل ترجمة نانسي قنقر